السلام عليكم فضل الشيخ جزاك الله السلام ورحمة الله وبركاته وحتى الله بك الأمة وجمعنا إن شاء الله في جنته سبحانه وتعالى مع البيت عليهم السلام أخ محمد من ومسورة يا أخي أنا من حلب من حلب حياكم الله شيخنا بعد منبع التشيع القديم سبب التشيع أخي محمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا نعم السبب التشيع ما هو سبب التشيع والله يا أخي هي قصة قديمة يعني ما أريد أن أضيع من وقتكم بس الموضوع فضل ست سنوات تقريبا في بحثي عن التشيع وكذا بدأ الموضوع من أحداث سوريا والطائفية اللي صارت في سوريا بدأ الموضوع ضد التشيع ضد الشيعة بوقف إيران خامنائي لا نطلع عليه ونطلع الله اتخاذ الموقف السياسي أخ خلق الدين بالسياسة فكرهنا التشيع صراحة يعني حتى وإن أردنا البحث في الموضوع فالموضوع نفرنا لأنه هم نشوف قتل منهم نشوف تعذيب نشوف كذا فننفر يعني نلجأ لللي وقفوا معنا يعني فلما شفت الشيخ الحبيب إن شاء الله الله ينور وجهه بإذن الله تعالى ووقف مع الحق دائما التناقض يثبت دائما مشاكل في الناس يعني فالتناقض اللي كان موجود عند البكرية أو عند البكرية دائما ينشئ شيء في النفس يعني يخلي شخ في حيرة من أمره يعني فكيف أنت توقف مع الظلم في مكان وأنه بنفس الوقت توقف مع الظلم في المكان الآخر يعني لا يستوي الموضوع هذا الموضوع هذا نعم والأمر الآخر موضوع عدان الصحابة الوهمية هذا إنك رب رب على قولك شيخ كله أختام تختم مع السكوك الغفران هذه نعم فما يجوز يعني القاتل والمقتول في الجنة وهذا قتل كذا وهذا قتل كذا كلهم رب سبحان الله كله ياخذ الختم على الشكل هذا فسبحان الله يا أخي سبحان الله أنا أريد أقول للشيخ والله العظيم بنوري وجهك يعني بسماحة وجهك بكلامك الطيب بأدلتك العلمية بأدلتك الدينية والله العظيم ما أني كنت أنا من أشد كارهيك إلا أنه سبحان الله دائما يشد نبارك بالاستماع إلي سبحان الله ودائما لما أشوفك سبحان الله أستشم بدون سبب سبحان الله فبدأت أسمع الشيخ ياسر الحبيب أول شي في البداية شويها أمتعض يومي لعني أبو بكر وعمر لأنك الله عليهم ها شوي ها أضغط على نفسي شوي أقول يلا ها نطمص مش مشكلة نكمل القدرة يعني بعد ذلك شوي حاملنا يعني بعدين ها شاء تعورنا شوي أنه لما نسمع الكلام خلص أنه نريد نسمع أكثر أعطني أكثر وأنا أريد الله يسامح الشيخ والله أنا في امتحانات وأضيئ اليوم أسمع محاضراتك يخيزي تنجى في امتحان الآخرة إن شاء الله الله يخليك أنا والله بعد غد عندي امتحان إن شاء الله كلية الطب أدرس ما شاء الله فصار لي أربعة أيام والله أسر على محاضرات شيخ ياسر الحبيب الله يقول بعمره وسمع الشيخ ياسر يعني لا يمل من حديثه الله يقول بعمره إن شاء الله وعماركم وعمار شاء الله أحسنت يا أخي جاهز لإعلان التشيع أخ محمد جاهز جاهز على بركة الله تعالى قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله جل جلاله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن فاطمة الزهراء أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناء أهل معصومين حججوا الله صلوات الله عليهم أبرأوا إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار صل على محمد وآله الأطهار هنيئا لك يا أخان الكريم وأسأل الله تعالى يقر عينك بالجنة مع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم هنيئا لك يا شيخ إن شاء الله الله يحسن مع محمد وعلي محمد وستمر في الدعوة ونحن نعلم الضغوطات اللي عليك نعلم التهام يعني نرى ذلك بأم عيوننا ذلك في الله وإن شاء الله الله يجمعني فيه قريبا وأنا رأى هذا نور نور أهل البيت في وجهك إن شاء الله نقريب بإذن الله ونقبل يد سماحتكم وننهل من علمكم بإذن الله تعالى بارك الله بكم الله يحفظكم إن شاء الله حياكم محمد شيخ أنا عندي سؤال بس أخير نعم اتفضل أريد منك بس لو تنطيني أسماء كتب تكون موثوقة من أهل البيت عليهم السلام بحيث نقرأها ونهدد بنورهم بإذن الله تعالى يعني في أي باب في الأحادي في النوافل في العبادات أي في الباب العبادات يعني أم في أبواب في باب الروايات في أبواب الأحادي مبدئيا يعني ما نريد ندخل في الفقه طيب أنا أنصح كبداية بكتاب اسمه إثبات الهدات للحر العاملي نعم للحر العاملي هذا كتاب جيد أولا يعني يمثل ثقافة أولية جيدة في جانب إثبات يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي أحاديث جدا متنوعة وجيدة في هذا الباب هذا أولا وأنصح كذلك بكتاب اسمه التوحيد وهو لشيخنا الصدوق ويتضمن أحاديث آل محمد عليه السلام في التوحيد الإلهي وهذا الكتاب من يدرسه جيدا يتعلمه جيدا يصبح الموحد الحقيقي ويكتشف ما لدى الطوائف الأخرى من خلل في التوحيد وتشبيه وتجسيم ونسبة إلى الله عز وجل نسبة أمور لا تليق إلى الله عز وجل إن شاء الله إن شاء الله سماحتكم وأما في الأخلاقيات فأنا أنصح بكتاب اسمه مرآة الكمال للعلامة المامقاني هذا كتاب جيد في هذا الباب نعم جزاك الله الخير جزاك الله الخير ونفعل بك الأمة بإذن الله وأنا أطلب منك أن تدعو لي إن شاء الله في هذه الامتحانات نطلب منكم الدعاء أنجحك الله فيهن جميعا في امتحانات الدنيا والآخرة إن شاء الله جزاك الله خير جزاكم الله خير أهلا وسهلا شكرا حياكم الله أهلا ومرحبا ثبتك الله يا أخانا وإياكم على السراط المستقيم وجعل على يديك دحياء بدرة التشيع والرفض في حلب كأن تعود إلى سابق عهدها جزاك الله جزاك الله